حكمت المحكمة الإدارية بالرباط ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة بأداء تعويض قدره 25 مليون سنتيم لصالح سيدة تسبب لها لقاح كوفيد-19 من نوع أسترازينيكا بالشلل وكانت السيدة المغربية المتضررة التي تقطن بالرباط طلبة الحكم لصالحها بتعويض قدره 150 مليون سنتيم معتبرة أن لها الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار التي أصابتها جراء أخذ جرعة التلقيح الأولى ضد فيروس كورونا من نوع أسترازينيكا وبمسؤولية الإدارة عن نشاطها الرامي إلى تعميم التلقيح في إطار المسؤولية عن المخاطر والتي لا تستلزم تحقق أي خطأ من جانبها وتولى الدفاع عن هذه السيدة المحام الراحل عبدالعزيز النويضي واعتبرت المحكمة أنه يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح ضد فيروس كورونا كونها المسؤولة على منح التأشيرات والرخص والموافقات لهذه اللقاحات واعتباراً لدعواتها لهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من التطعيمات كما اعتبرت المحكمة أن مسؤولية الدولة عن ذلك تندرج في إطار المسؤولية عن المخاطر والتي يكفي لقيامها ثبوت الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بركن الخطأ وجاء الحكم بناء على خبرة قضت بها المحكمة وتبين من الخبرة أنه مباشرة بعد تلقيها الجرعة تعرضت السيدة للمضاعفات التالية إحمرار، تنمل، هبات ساخنة وبعد عشرة أيام أصيبت بألم الرجلين من أسفل القدمين إلى الحوض نقلت على إثره إلى مصحة وتمت معاينتها وسمح لها بالخروج وبتاريخ 20 فبراير 2021 تفاقم وضعها وربطت الاتصال بطبيب الطوارئ الذي عاينها وحقنها بالكالسيوم وبتاريخ 23 فبراير 2021 تفاقم وضعها إذ أصيبت بشلل الأطراف السفلية وتنملات ووجع حاد وشلل في الوجه مما اضطرها للذهاب إلى مستشفى السويسي الرباط وتم تشخيص حالتها هناك بإصابتها بمتلازمة جيلانباريه ثم بعد ذلك تمت معاينتها من طرف طبيب مختص وشخص حالتها أنها تعاني من شلل الوجه المزدوج وشلل في الأطراف السفلية مع فقدان ردة الفعل مما استوجب القيام بالتخطيط الكهربائي للعضلات وطلب منها إعادة التخطيط بعد 15 يوماً وقد تم بالفعل إعادته إلا أنه لم يظهر علامات المرض وبالتالي تم تشخيص المرض كلينيكياً وأخذ عينة من ماء النخاع الشوكي فثبت أنها تعاني من متلازمة جيلانباريه بصفة لشك فيها الأمر الذي يستوجب العلاج وتبين للخبير بعد دراسة دقيقة في البحوث العلمية التي ظهرت بعد فيروس كورونا أن ما أصيبت به من متلازمة توتر واكتئاب نتيجة هذه الحالة النفسية التي تمر منها وحالياً وهي تعاني من فقدان قوة عضلة الجانب الأيسر من الوجه وهناك توتر واكتئاب واضطراب في النوم وصداع الرأس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر